الكابتل محمود الخطيب اتكلم على كل الملابسات كل الملابسات خطيب قال لك كمان رحنا عايزين يا جماعة خطوات اللي جات لكم الانتحاد الافريكي عشان نقدم بها كمستنادات في القضية بتاعتنا فبعد اذنكم ببعتها لنا محدش بيرود بعتنا ثلاث خطوات محدش بيرود الانتحاد القرى المصري طيب الكابتل محمود الخطيب كلف الاستاذ العمري فاروق يتواصل مع المدير التنفيذي ويبعت لنا الخطاب بتاعت اتحاد القرى مفيش طيب الاستاذ او الدكتور سعد شلبي كابتل محمود الخطيب كلفه ان يروح اتحاد القرى ويقعد انك ميرجعش بالورق مدير التنفيذي قال له مقدرش يطلح حقا لما استاذ جمال العلم يقول لي بالعافية لما تدخل وزير الشباب الرياضة عشان يحل الأزمة بدون الورق بعد ايه بعد ما عدى اكتر من 4-5 ايام تبدال صلاح مين يعني اتحاد القرى عايزين ايه يعني بيعملوا كده الايه بالمناسبة الامر ده غير مقبول لا مع الاهل ولا مع الزمالك ولا مع اي نادي تاني في مصر انت اتحاد قرى دورك انك تحافظ على حقوق انديتك وانك تساعدهم وتساندهم لما يمثلوا مصر في اي محفل افريكي او عالمي لكن الاسب ذا احنا ما منشوفوش منتحاد المصر خالص خالص يعني على مدار مواقف كتير اللي عجبني كمان في المؤتمر النهاردة ان النادي الاهلي مش بس اكتفى بان هو يسرد كل ما حدث على مدار فترة سابقة لا هو كمان قدم مكترحات للاتحاد الافريكي مع الاعتراف بان ده دور الاتحاد الافريكي وده اللي قاله كابتن محمود الخطيب لكن في نفس الوقت الاهلي قدم رؤية تتمثل في ان مثلا ايه عايزين نرجع نظام البطولة لما سابق يبقى مطش النهائي زياب وقياب لان ظروف الطيران في افريقيا غير اوروبا من العملة مش موحدة مشاكل كتير جدا جدا فده مكترح لو مش عايتين تعمله كده خلاص يا جماعة اعمله لايحة واضحة ازاي يتم التقدم بالستضافة لأي مباراة نهائية ويتم تحديد المباراة النهائية بمكانها قبل بان البطولة اصلا تبتدي دي حاجات كلها اصلا يعني ايه طبيعية لازم انتحاد الافريكي من نفسه كان يعملها في نفس الوقت الاهلي كان ليه طلبات طلبات واضحة جدا في نهاية المؤتمر من كابتن محمود الخطيب خلينا نسمع الجزء ده وطلبات النادي الاهلي من كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل يلا بين طلبات النادي الاهلي بخصوص ما حدث من اتحاد الكرة سرعة انتهاء وزارة شباب الرياضة من التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوي القاصة بعدم الشفافية والفساد بينكم سين كده؟ مش كلامنا بينكم سين كده؟ تبقى لما ورد إلينا من وزارة الرياضة ده الجواب اللي جلنا من وزارة الرياضة احنا عايزين بقى سرعة اعتقد الجواب قدام حضراتكم أقولها تاني سرعة انتهاء وزارة شباب الرياضة من التحقيقات التي تجريها للجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد تبقى لموارد إلينا من وزارة الرياضة والوقوف على كافة الملابسات التي تمكن الجماهير المصرية من معرفة الحقيقة واختار كافة الجهات الرقابية في الدولة لإعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة في كل ما يخص الصالح العام حاجة تانية المبادرة نحاول نعالج اللي فات حاجة تانية مش نحن نعالج أنا آسف طبعا نحن نحط رؤية المبادرة من اللجنة الأولمبية المصرية بوضع آلية آلية وقواعد فاعلة لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطبات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة والإطمئنان للقرارات الصادرة عن الاتحاد وتحمي حقوق الأندية عند المشاركات المحلية والقرية وأن تكون هناك عقوبات راضعة لمن يخالف هذه الآلية وبما يضمن الشفافية في معاملات المتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية أخيرا يحتفظ النادي الأهلي بحقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات المعنية تجاه كل الأطراف التي استببت في إلحاق الضرر بالندي وذلك في ضوء ما تصفر عنه نتائج التحقيقات للتجريه وزارة الشباب والرياضة بمعاونة السادة والقضاء الذين تم الاستعانة به هذه كانت الطلبات النادي الأهلي التي قالها كابتن محمود الخطيب في هذا المؤتمر ترجمة نانسي قنقر